أكد وزير الكراري سامح شكري رئيس الدورة السابع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ على أهمية تعاون كل الأطراف في مؤتمر كوب 27 للخروج بنتائج تلبي طموحات الشعوب في مواجهة التغيرات المناخية جاء ذلك خلال ترأس شكري جلسة إحاطة خاصة للجلسة العامة للمؤتمر تم خلالها استعراض سير العملية التفاوضية حول مختلف البنود المطروحة على أجندة مؤتمر كوب 27 منذ بداية المفاوضات وحتى اليوم وشدد وزير الكراري على أهمية تعزيز المفاوضات من خلال توافقات سياسية مؤكدا أن باب الرئاسة المصرية للمؤتمر مفتوح أمام كافة الوفود للكروج بنتائج شاملة ومتوازنة تعزز من عمل المناخ الدولية